بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلاً ومرحباً بكم أخواني وأخواتي مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مختارات شرعية والذي يسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير ولازلنا معكم أخواني وأخواتي مع ما يتعلق في الأحكام المتعلقة بالجمعة من الأحكام المتعلقة بالجمعة مسألة نافلة الجمعة أو سنة الجمعة هل الجمعة سنة قبلية؟ هل الجمعة سنة بعدية؟ وإذا كان هناك سنة كم عددها؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله أما بالنسبة لنافلة الجمعة القبلية فالجمعة ليست كالظهر وأعني أنها ليست كالظهر بمعنى أن الظهر له أربع ركعات قبلية كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة وذكرت منها الأربع التي قبل الضرر هل هذه الأربع هي نفسها تكون يوم الجمعة؟ الجواب لا الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما الجمعة يسبقها التطوع المطلق أقصد بالتطوع المطلق أن الإنسان يتسنن ركعتين 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 إلى أن يدخل وقت الجمعة دون تحديد عدد للركعات منين جئنا بهذا؟ جئنا بهذا من حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام وصلى ما بدى له أن يصلي حتى يصعد الإمام المنبر الحديث المشهور فقوله صلى ما بدى له معناها أن الناف التي قبل الجمعة ليس لها عدد معين أما ما يكون بعد الجمعة من السنن فهذه أيضا من المسالة يتكلم عنها أهل العلم منهم من قال الجمعة بعدها ركعتين والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة وأيضا قالوا أن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم فإن القول مقدم لأن الفعل يحتمل أما القول فإنه لا يحتمل إلا إرادة الأربع كاملة كما في هذا الحديث وبمجموع حديث عائشة وابن عمر نقول هذا يؤكد أن سنة الجمعة أربع فعائشة روى ركعتين صلىهم في البيت وابن عمر روى ركعتين صلىهم في المسجد صلى الله عليه وسلم فلو جمعنا ركعتين مع ركعتين صار المجموع أربع ركعات وقال بعضهم يخير بين الأربع وبين ركعتين والأقرب والله أعلم أن سنة الجمعة هي أربع ركعات كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أيضا من المسائل المتعلقة بالجمعة وهو فعل ما يستحب فعله في هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة هذا اليوم أعطي مزيد اهتمام ومزيد عناية ومزيد فضل وقد وردت هناك عبادات خاصة في هذا اليوم لم ترد في غيرها من باقي الأيام مما يدل على أن هذا اليوم ليس كغيره من باقي الأيام فمما يستحب للإنسان في هذا اليوم هو التبكير إلى الجمعة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر وهذا فيه حث على قضية التبكير إلى الجمعة من بكر وابتكر فالإنسان مطلوب منه أن يبادر إلى حضور الجمعة مبكرا كما قال عليه الصلاة والسلام وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبين فضل التبكير في الجمعة قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بعير وذكر بعد ذلك ترتيب الفضل في هذا اليوم بحسب التبكير سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل مرحبا بكم أخواني وأخواتي وعودة لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إلى حضور الجمعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من جاء في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشن ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة يقول علماء أن الخمس ساعات هذه هي باعتبار من طلوع الشمس إلى حضور الجمعة فهذا الإنسان الذي جاء مبكر هو مثل الذي يتصدق بأعظم ما يكون من الصدق وهذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي قضية التبكير وذاك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحضرون الجمعة بالسرج السرج يعني أنهم كانوا يحضرون في الظلام انظر إلى التبكير الكبير في حضور الجمعة لعلمهم بفضل هذا اليوم ومنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى كانوا يشتهدون في حضور الجمعة مبكرا كما أثر عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيضا هذا العلماء يقولون طيب لو أن الإنسان جاء مبكر لكن قد يغلب عليه التعب إذا جاء وقت الجمعة ماذا يفعل نقول في هذا الحالة لا تأتي مبكر وإنما تتأخر لأن المقصود من الجمعة هو سماع الخطبة والإصغاء لها والانتباه إلى كلام الخطيب والانتفاع بالموعظة وليس المراد فقط التبكير لذاته وإن كان التبكير في فضل لكن إذا استطاع الإنسان يجمع بين الأمرين التبكير مع الانتباه فهذا أفضل من أن يأتي مبكرا لكنه لا ينتبه لخطبة الجمعة هذا هو التوفيق بين الدليلين أيضا مما يستحب في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل وهذا أيضا فيه الحث على قضية الاختسال والتنظف يوم الجمعة حتى قال ابن تيمي رحمه الله تعالى إن غسل الجمعة واجب لمن به رائحة كريهة كالعرق وغير ذلك بل جاء حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا معناه أن قوله الغسل أفضل أن الغسل مستحب وليس واجب والصحيح الجمع بين القولين بأن نقول غسل الجمعة الأصل أنه مستحب إلا لمن به رائحة كريهة فيكون في حقه واجب لا يعذر بتركه لألا يؤذي نفسه ويؤذي كذلك من يحضر إلى الجمعة فديننا دين نظافة ودين طهارة ودين تنظف ولذلك كل العبادات التي فيها اجتماع عام نقول الإنسان مطالب بالاغتسال لها صلاة العيد صلاة الجمعة صلاة الاستسقاء وغير ذلك كلها الإنسان مطالب بأن يقتسل فيها صلاة التراويح التهجد لأن مثل هذه العبادات إذا كان الإنسان اليوم إذا كان الإنسان يأتيها برائحة كريهة لا شك أن مثل هذا قد يتأذى ويؤذي كذلك غيره من الناس فهذا مما يستحب أيضا للإنسان يوم الجمعة أيضا مما يستحب قضية اليوم المشي إلى الجمعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل آخر الحديث قال من مشى يوم الجمعة فغسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام وأنصت قال كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها حتى قال بعضها العلم أن هذا الحديث هو أفضل حديث في فضاء الأعمال لا يوجد حديث أو فضل رتب الله عليه في كل خطوة يخطوها الإنسان هذا الأجر العظيم أجر سنة قيامها وصيامها إلا في المشي يوم الجمعة وما ذاك إلا لفضل هذا اليوم العظيم ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وما له عند الله سبحانه وتعالى من الفضل والشرف أن الله رتب حتى على حضور الجمعة وخطوات الإنسان إليها مثل هذه الحسنات الجارية والأجور العظيمة هناك أيضا آداب وسنن ومستحبات يوم الجمعة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة